اشتركوا في القناة اللي اكدوا على ضرورة وقف اطلاق النار في غزة ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية لعل الرسالة تصل الى العالم ويكون في تدابير سياسية من اجل الوصول الى اتفاق هدنة او وقف الاطلاق النار وقف هذه المجزارة اللي بتحصل الحقيقة في غزة ويمؤثر على دمان لازال عندهم ضمير ولازال عندهم انسانية نتمنى ان القمة دي تكون بداية لقمم اكبر على مستوى الدول العربية وربما ايضا تخرج الى دول العالم كله من اجل وقف اطلاق النار في غزة هنروح لخبر ايجابي بيتكلم عن الايرادات الخاصة بالسياحة في مصر او يعني تقديرها ومقارنة بالعام المالي اللي فات اللي هو بيبتدي من 1-7 لغاية 30-6 ده بيبقى العام المالي واللي بيقول وده بتصريحات من البنك المركزي او بيانات البنك المركزي ان مصر حققت في الربع الاول من العام المالي ايه السبب في الارتفاع ده ودي حاجة ايجابية ومؤشر ايجابي ودلوقتي رغم الظروف اللي بتحصل طبعا في المحيط او في المنطقة واللي اكيد اثرت على كل المنطقة بشكل عام لكن لازال الامل موجود والسياحة ما نقدرش نقول انها تقطعت حتى لو اتأثرت وايه الاجراءات اللي ممكن ناخدها او التدابير عشان يكون في زيادة ان شاء الله في العام المالي الجديد معنا استاذ رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية في البحر الاحمر استاذ رامي صباح الفل يا صباح الخير عليك يا هيبة صباح الخير عليك كل سنة وحضرتك زيب وخير شكرا لي كل سنة وحضرتك بقل في خير ولو اتكلمنا من الناحية الايجابية على الطفرة اللي حصلت او الزيادة اللي حصلت مقارنة بالعام اللي قبله في السياحة بشكل عام وطبعا لو حضرتك توضح لنا الوضع الحالي ايه في الظروف المحيطة في المنطقة طبعا خلي بالك يعني لا يخف على احد ان احنا طبعا بنمر بزارة استثنائي طبعا ان الحدود الشرعية بتاعتك ملتهبة جدا من انتيجة العمليات العسكرية لدائرة ما بين اسرائيل وفلسطين طبعا ده بيأثر على معظم الحجوزات اللي بتيجي على شرم الشيخ وذهب وطابة والنوابع في المنطقة دي المنطقة دي اهبة بتتباع ان هي برى مصر بتاع ان هي سيناء سيناء بالنسبة لمصر طبعا يعني عنصر مهم جدا جدا في السياحة ولكن برى مصر بيبقى دايما قربها من الاحداث والعمليات العسكرية اثر طبعا بشكل سلبي على الحجوزات يعني انا اعتقد ان كان فيه الغاءات شوية في شرم الشيخ وذهب طبعا ويبع بالنسبة ما بتقلش من 40 ل 60 في المنطقة نسبة كبيرة نسبة كبيرة اه طبعا اه طبعا ولكن نشكر ربنا الناحية التانية خالص يا اسحق يعني جونا غردقة سهلة حشيش مكادس مبي صفاجة قصير مرس عالم نشكر ربنا الاشغالات هناك ما بتقلش عن 80 ل85 في المنطقة يعني ما تلاقش ربنا اتخرضت معنا ونشكر ربنا عليه عايز اقولك مثل ان الانسان اللي فاتت نشكر ربنا السياحة المصرية جابت حوالي 13.9 مليون سايح في عشرين تلاتة وعشرين دول دخلوا لخزينة الدولة المصرية حوالي 13.6 مليار دولار خلي بالك احنا عندنا فرصة يعني اللي يستهان بيها ان السياحة هي اللي اتطلع الدولة المصرية دلوقتي من المشكلة الكبيرة اللي احنا فيها اقتصادية احنا عايز اقولك ان السياحة طلعت اليونان من شبه افلاس في 2016 يعني من بعد ما كان المؤشر الاقتصادي بتاعهم كان بالسالب لا دلوقتي طبعا يعني في 2018 عطول بتنعب الايجاب على طول احنا عندنا الابورتيونتي دي عندنا الفرصة دي وانا اعتقد ان احنا ان شاء الله بإذن ربنا اشغالين عليها كويس جدا جدا في عشرين اربعة وعشرين لو الدنيا يعني ابتدت تهدى شوية على الحدود الشرقية انا اعتقد بدخول تاني شرمه ودهب وطابه ونويبع والمنطقة اللي هي سينة كلها مع البحر الأحمر انا اعتقد احنا ممكن نشوف هو في بعض الأحيان كان سوز رامي بيبقى اصلا التأثير مصر بتتأثر بشكل عام يعني السياحة في مصر بشكل عام بتتأثر لكن من كلام حضرتك هو الجزء الخاص بالطابة أو نويبع أو الأجزاء دي هي اللي دلوقتي متأثرت لكن فيه اشغال بنسبة اكبر فيه اماكن تانية فده مؤشر قوي ان شاء الله يعني مع هدوء الاحداث واللي كلنا بننتظره بإذن الله يكون فيه عودة او قوة مرتين انا كنت عايز بس اسأل سوز رامي هل ممكن يعني في الفترة اللي جاية يبقى تم ترويج المنتج السياحي بشكل اكبر هل بتشوف حضرتك لو تم فتاح المتحف المصري الكبير او لو فيه اي سبط على اكتشافات في مصر او ده يؤدي الى زيادة السياحة في الفترة اللي جاية محتاجين ايه يعني عشان ترويج المنتج بشكل افضل بكل تأكيد طبعا يا سحاق انا بضم صوت لصوتك انت مئة في المئة انت بتكلم صح طبعا انت خلي بالك ان احنا ساعة لما عملنا موقب المميوات في القاهرة من التحريد لغاية الحضارة ولما عملنا كمان طريق الكباش طريق الكباش في نوفمبر في القصر عايز قولك اللي شافوا الموضوع ده يعني حوالي 2.8 بليون بني آدم مليار بني آدم في خلال 72 ساعة احنا واخلي بالك المتحف المصري الجديد ان شاء الله الجراند ايجيبشان ميوزيوم ده خاصة بنسبة 99.9% احنا منتظرين فقط لغير ليكون العالم مستعد ان هو يستقبل افتتاح حاجة حدث بالزخم ده احنا ده هيتفدح مرة واحدة بس في التاريخ احنا منتظرين فقط لغير ان الدنيا تبقى هادية بس سياسيا ويعني اقتصاديا شوية في العالم لان احنا مفيش ملك ورئيس ومش هيجي يحضر للفتاح ده هيديك طبعا زخم ترويجي كبير جدا لفترة لا تقل عن سنة واثنين فاحنا ان شاء الله في انتظار 20-24 انا اتمنى يا رب نهاية لكون عام الزر والسياحة المصري ان شاء الله بشكر حضرتك جدا نستاذ رامي فيز عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وصباح الفل على حضرتك شكرا لك وعن أخبار الأرصاد الجوية أمطار تدرب الإسكندرية وكفر الشيخ ومطروحه وتمتد إلى 13 محافظة إسكندرية وكفر الشيخ ومطروح وعدد كبير من المحافظات ومبارح كان في بعض الأمطار على بعض المناطق في القاهرة أمطار خفيفة لكن متفرقة في عدد كبير من المناطق والشتاء السندي شتاء الحقيقة جميل ودافي وحلو ممكن محصلش من سنين طويلة نتمنى أن هي يطول أكتر من كده وتعالي نشوف مع بعض درجات الحرارة ترجمة نانسي قنقر ومن أخبارنا الاقتصادية مصر تستهدف رفع حصيلاتها الدولارية 67% بحلول 20-30 وتستهدف مصر رفع حصيلاتها الدولارية إلى 300 مليار دولار بحلول 20-30 ارتفاع من 99 مليار إلى في العام 22-23 بحسب وثيقة لمجلس الوزراء إلى 300 مليار مصر بتستهدف رفع الحصيلة الدولارية وده الحقيقة ده أكبر تحدي بيحصل في مصر الآن أو يحصل الفترة اللي جاية رفع الحصيلة الدولارية ليه؟ رفع الحصيلة الدولارية ليها عائد مباشر على المواطن تخفيف الأحمال والعبء على المواطن احنا للأسف معظم مكوناتنا حتى الصناعية وحتى منتجاتنا اللي بتتصنع داخل مصانعنا في مصر جزء كبير من المكون هو جزء مستورد إذن حتى علبة الدولة اللي حضرتك بتجيبها عندك في البيت جزء منها دولار جزء منها تقول لي لا ده متصنع في مصنع هنا جنبنا أقول لك ما هو جزء من العلبة دي دولار المقاشة المقاشة العصائب بتاعتها دي بتتجاب من الصين بتتجاب جزء منها دولار المقاشة العادية مش أقصد الحاجات الكهربائية حاجات كتيرة جدا القماش اللي احنا بنلبسه ده الفستان والجاكت والبنطلون جزء منه دولار حاجات كتيرة حضرتك بتاكلها العتس دولار العتس دولار الفول الديني عام محمد بخمسة جنيه فول في الكيس بالدولار حاجات كتيرة دولار فأنت لازم ما رفعتش الحصيلة الدولارية البلد تتعب أكتر وأكتر وأكتر طب الحل إيه أو الحلول إيه لو شفنا المكالمة اللي فاتت أستاذ رامي فايز قالك من المتوقع إن السياحة يكون لها دور كبير جدا في إنقاذ مصر اقتصاديا زي ما حصل في اليونان وده بالفعل حقيقي أنت عندك منتج السياحة وإن كان منتج السياحة ده منتج ضعيف يتأثر بالأحداث السياسية ويتأثر بكلمتين في جورنال ولا كلمتين على الفيسبوك لكن من الحاجات المهمة جدا تهتم بيها وتنقذك اقتصاديا الحاجة التانية واللا بديل عنها الصناعة لإن الصناعة بتعمل حاجتين بتجيب لك دولار لما بتصدر وفي نفس الوقت بتكفيك محليا فبتضطر ما تستوردش دولار نتمنى الفترة اللي جاي ونتمنى إن اللي بيقوله ماجدس الوزراء ده يتحقق لإن المواطن تعب والمواطن مش عارف يعمل إيه وروح فين ويجي منين أنا شايف واحد بيكتب يقول طبعا أنا أشتغل شغلنا ربعة إزاي دلوقتي يشتغل شغلنا ربعة إزاي دلوقتي فالناس تعبانة ففعلا إذا هم عملوا ده وأنا أعتقد إن مصر فيها عقول اقتصادية عظيمة جدا ينبغي إن احنا نشوفهم الفترة اللي جاي ينبغي إن يكون العقول الاقتصادية المصرية اللي بتساعد مؤسسات عالمية وما عارفين بالاسم أتمنى يكون لهم دور في تحسين الاقتصاد في الفترة اللي جاي بما أننا نتكلم لسه على السياحة فنروح للمواقع والمتاحف بقى الأسرية والزيارة بيبقى فيه إقبال في أوقات معينة من السياحة على دخول المتاحف والمواقع الأسرية وفيه طبعا في أيام الأعياد وفي أيام الأجازات بيبقى فيه إقبال برضو من المصريين على المواقع دي دخلين على أجازة نصف السنة بيبقى فيه برضو إقبال على الأسر وأسوان في الزيارة فتخفيفا بقى للضغط أو الأماكن اللي بيتباع فيها الشباك اللي بيتباع فيه تذكر زيارة المتاحف هيبقى فيه مكينات خاصة زي اللي بتسحب حضرتك منها الفلوس وزي الـ ATM بخدمة أنك أنت تشتري التذكرة بتاعة زيارة المتاحف سواء للمصريين أو للأجانب بالكروت بس بالكروت لكن مش بقى أي حاجة تانية فحاجة تستخدم المكنات دي لغرض أن أنت تشتري بيها التذكرة طبعا أنت شايفين دلوقتي التوجه لموضوع التحول الرقمي مع استثناء أن بعض الأماكن اللي مفروض يكون فيها تحول الرقمي اللي أنت بتدخل هو يقولك الدفع بالفيزا فتيجي تديله الفيزا عشان تشتري يقولك أصل السيستم واقع أو المكناة عطلانة طب خود كاش يقولك لا ما قدرش ياخد كاش فيه تعليمات فتلاقي نفسك واقف في النص أي يعني ندفع كاش ولا دفع بيزا طبعا في بعض الأماكن لسه عندها معاناة في الموضوع ده وبتحط المواطن فيها في أزمة لكن يعني بستثناء النقطة دي لو تحديدا منتكلم على الأثار أو المتاحف أعتقد أن دي خطوة كويسة جدا أن الواحد في أي وقت رايح يزور متحف أو أثر يقدر أنه هو واقف يشتري الحاجة بتاعته أو التذكارة بتاعته هتبقى حوالي أربعين مكناة في عشرين موقع سياحي وده بس للتجربة الأولى وبعدين هتعم من أخبارنا كمان ودي حاجة تخص بقى معظم الناس أو بقى كل الناس أو ما قدرش أقول كل لكن أكتر من 95% من البناء أدمين ومن الناس بقى يستعملوا موقع التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك أو الرسائل على الواتساب يعني شركة ميتا أو اللي بيمثلها بعد كده اللي طالع منها الفيسبوك والواتساب والإنستجرام واللي الحلوة دي بتقولك أني خلي بالك عشان الحساب بتاعك ما يتسرقش عشان الحساب بتاعك ما يتسرقش أنا كذا مرة قلت القصة دي بس نقولهم تاني نقولهم تاني لعلي يكون أول مرة حد يسمعنا فيش حد يقولك فيه كود جالك على الموبايل بتاعك وتملهوله فيش حد يقولك أو يقول حضرتك أن جالك كود على الموبايل بتاعك الشخصي وتملهوله جالك كود على الإيميل بتاعك وتملهوله أنت كده تسرقت يا باشا تمام؟ ما فيش حد يقولك افتح لينك وتفتحه تفتح لينك وتفتح تقولي لا ده جي من صاحبه حبيبي ما هو صاحبك ده أصلا الحساب بتاعه مسروق يعني اللي بيتكلمك الحرامي مش صاحبك يا سيني بقى اكلمه في التليفون قول له هو انت بجد اللي بتكلمني على الماسنجر دلوقتي ولا لأ قول له بجد انت اللي بتكلمني على الواتس ايب ولا لأ تالت حاجة مفيش حاجة اسمها فيه مسابقة بتوزع فلوس على الناس مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة الحدية مبترميش كتاكيت يا عمنا يا أمنا قولنا ميت مرة الحدية مبترميش كتاكيت مفيش حاجة اسمها ادخل على اللينك هتجيب فلوس مفيش حاجة اسمها حول لي ألف جنيه وهحولهم لك مئة ألف جنيه مفيش حاجة اسمها كده مفيش حاجة اسمها كده مفيش حاجة اسمها ايوة يا ماما مليني بقى رقم الكارت بتاع مش عارف الكارت بتاع البنك من الشمال اه لو سمحتي فيه تلات ارقام هتلاقيهم خلف الكارت ارجوك يمليهم لي وتمليهم لي اصحنا من البنك قلنا الكلام ده اكتر من مرة والحقيقة أنا بشوف دور مهم من أدوار صباح النور أو برنامج صباح النور التوعية فأرجوكم الحتة دي لأني ناس غلابة وبتتسرق وأنا آسف 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 أقول أن معظم اللي بتسرقه بيبقى الغرض منها الطمع بيبقى الغرض منها الطمع هو ما حلتهش غير ألف جنيف جيبه عنده استعدادة يدفعهم بس ياخدهم خمسة دلوقتي وفي حاجة اسمعها كده وفيش حاجة اسمعها أصلا أنت حظك حلو أصلا أنت إنسان محظوظ مفيش حد محظوظ مفيش حد بياخد حاجة ببلاش فأرجوكم خلي بالكم من حساباتكم وخلي بالكم من فلسكو برضو الناس يعني معاها عربية وفصل الشتاء الشبورة والمطر والحاجات دي كلها بتأثر على العربية في صدى في مناطق معينة كده أو حتة معينة في العربية بيظهر الصدى فيها من العوامل اللي احنا قلناها عوامل الجو، الندى، المطر فالناس بقى أحافظ على العربية إزاي طب لو حصل ولقيت صدى أتعامل معا إزاي وفكرة إن أنا بس يعني أدهن الحتة اللي صدت ولا مش عارفة أعمل فيها إيه الحاجات دي لو حضرتك جيت بيها العربية بتقلل من سعرها فالنصايح البسيطة اللي هي أهمها إن أنت تحط الغطى بتاع العربية في فصل الشتاء حتى لو بتكسل في الصيف تعمل كده غطيها وإنت في الشتاء وفي حاجات كده بتتباعة خاصة بالصدى بيقولك حطها على قماشة أو على منديل ونظف بيها مكان الصادة بس لو حارسنا على شوية الحاجات بسيطة دي في الشتاء تعدي الفترة دي من غير ما يبقى فيه خسائر في عربيةك النهاردة عندنا موضوعين أنا شايفهم إنهم الموضوعين مهمين جداً النهاردة فيه موضوع عن العمر المناسب عشان ابنك يروح الحضانة تودي الحضانة وعنده شهرين ولا توديه وعنده خمس سنين إلا شهر إيه الوقت المناسب بين ابنك يروح الحضانة ويستفيد من الحضانة والحضانة مش رفاهية والحضانة مش عشان يتعلم A-B والحضانة مش عشان يتعلم 1-2-3 الحضانة لها دور نفسي مهم جداً 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 واللي بيحرم ابنه أو بنته من الحضانة هو مقصر في حق ابنه أو بنته يقولك ما أنا بعلمه في البيت ال-A-B وال-C-D ما هي الحضانة مش معمولة عشان ال-A-B والألف شبه الكوز الدورة مش هي دي قصة خالص الحضانة دي حاجة مهمة هنشوفها النهاردة كمان عندنا موضوع مهم جداً تأثير طرح الشهادات البنكية الجديدة على سعر الزهب والدولار سعر الزهب والدولار هيتأثر إزاي بالشهادات البنكية فيه شهادة بتروحها بنك مصر وبنك الأهلي 27% نعرف أخبارها ونعرف أحوالها بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر